بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم الأستاذ حري غربي في مادة اللغة العربية ومكون الصرف والتحويل إذن سيكون درسنا اليوم دعما لدروس الوحدة الخامسة في مكون الصرف والتحويل فتابعوا معي إذن سنبدأ الآن تابعوا معي أحبائي كانت دروسنا للوحدة الخامسة في مكون الصرف والتحويل الفعل الناقص الفعل المجرد والمزيد تحويل الأفعال حسب ضمائر المفرد والجمع فهيا بنا نبدأ إذن درسنا الأول بعنوان الفعل الناقص دللاحظوا معي جيدا أحبائي هذه الصورة ماذا رأيت عزيزي التلميذ في هذه الصورة؟ ممتاز رأيت طفلا يرسي مركبا على الجدول في الجدول فيطفو على الماء إذن نأخذ هذه الجملة رأيت طفلا يرسي مركبا في الجدول فيطفو على الماء سنستخرج عزيزي التلميذ من هذه الجملة الأفعال إذن أين هو الفعل الأول؟ ممتاز رأيت أين هو الفعل الثاني؟ جيد يرسي أين هو الفعل الثالث والأخير؟ نعم إنه يطفو رأيت يرسي يطفو نريد الآن أصول هذه الأفعال تعرفون أعزائي وتتذكرون بأن أصل الفعل بتحويله إلى زمن الماضي في الضمير هو ونقول هو رأى هو أرسى هو طفا لاحظ معي جيدا عزيزي التلميذ هذه الأفعال الثلاثة جميعها تنتهي بألف فرأى تنتهي بألف مقصورة وأرسى تنتهي أيضا بألف مقصورة أما طفا فهي تنتهي بألف ممدودة سنحول هذه الأفعال إلى المضارع تابعوا معي رأى يرى أرسى يرسي طفا يطفو الآن لاحظوا معي هذه الأفعال جميعها إما أن تنتهي بألف أو بياء أو بواو ففي رأى بقي الألف ألفا وفي أرسى تحول الألف في المضارع إلى ياء وفي طفا تحولت الألف الممدودة إلى واو إذن كل فعل في آخره ألف أو واو أو ياء فهو فعل ممتاز إنه فعل ناقص إذن هذا فعل ناقص إذن ما هو الفعل ناقص؟ الفعل ناقص هو ما كان آخره واو أو ألف أو ياء والواو والألف والياء عزيزي التلميذ هي حروف العلة إذن الفعل ناقص هو ما كان آخره حرف علة إذن تابعوا معي الآن لنتعرف أو نتذكر الدرس الثاني عنوان درسنا الثاني هو الفعل المجرد والمزيد نشاهد مرة أخرى هذه الصورة ناقصوا معي جيدا أحباء هذه الصورة ماذا تشاهدون؟ ماذا فعل هذا الطفل؟ ممتاز فتح الصنبورة فانطلق الماء جيد نأخذ هذه الجملة فتح الطفل الصنبورة فانطلق الماء نستخرج مرة أخرى الأفعال من هذه الجملة أين هو الفعل الأول؟ جيد جيد إنه فتح لاحظ معي جيدا عزيزي هذا الفعل فتح نحسب عدد حروفه هناك فاء وتاء وحاء لدينا هنا ثلاثة أحرف انتبهوا معي جيدا إذا قمنا بحد في أحد حروف هذا الفعل هل يبقى للفعل معنا؟ لا يختل المعنى إذن كل فعل إذا حدفنا أحد حروفه الأصلية واختل المعنى وهو فعل ثلاثي فهو فعل مجرد إذن هذا عزيزي التلميذ فعل مجرد إذن ما هو الفعل المجرد؟ الفعل المجرد هو ما كان عدد حروفه ثلاثة هل هناك من فعل آخر في الجملة؟ ممتاز إنه جيد انطلق انطلق فعل لاحظوا معي الآن كم عدد حروفه؟ فلنحسب معا أحبائي ألف نون طاء لام وقاف إذن كم؟ خمسة حروف إذن تعدد حروفه الثلاثة الآن لاحظوا معي جيدا إذا قمنا بحدف الألف والنون يصبح الفعل طالق والفعل طلق له معنى إذن هذا الفعل ألد يمكن حدف أحد حروفه ويبقى للفعل معنى نسميه ماذا؟ ممتاز إنه فعل مزيد هذا فعل مزيد إذن ما هو الفعل المزيد؟ الفعل المزيد هو ما كان عدد حروفه أكثر من ثلاثة إذن تعرفنا هنا الفعل المجرد والفعل المزيد ونمر أحباء الآن إلى هذه الأمثلة سنأخذ الفعل خرج لاحظوا معي وفعل ثلاثي مجرد سنقوم بتحويله إلى فعل مزيد إذن سنزيد حروفا أخرى وسنبحث عن فعل آخر بمعنى آخر إذن لاحظوا معي الآن خرج استخرج أضفنا هنا ثلاثة حروف الألف والسين والتاء استخرج إذن أضفنا است فأصبح فعلا مزيد سنمر الآن إلى الفعل الثاني تابعوا معي غلق الفعل غلق الفعل غلق فعل سلاتي مجرد سنحوله إلى فعل مزيد ونقول أغلق إذن لاحظوا معي جيدا هنا أضفنا حرفا واحدا وهو الهمزة إذن فأصبح فعلا مزيد أ سنمر الآن إلى الفعل الثالث وهو شغل الفعل شغل فعل مجرد ثلاثي سنحوله إلى فعل مزيد ونقول إن شغل ما هي الحروف التي أضفنا هنا عزيزي التلميذ نعم ممتاز الألف والنون فأصبح فعلا مزيدا وأضفنا له إن سنمر إلى الفعل الرابع والأخير وهو الفعل جمع إنه أيضا فعل مجرد ثلاثي سنحوله الآن معا إلى فعل مزيد وسنقول اجتمع اجتمع إذن ماذا أضفنا هنا؟ أضفنا الألف والتاء فأصبح فعلا مزيد إذن لاحظوا معي جيدا أحباء التلاميذ يكون لدينا أفعال مجردة مجردة من حروف الزيادة فنضيف لها حروفا فتعطينا أفعالا مزيدة سنمر الآن إلى درسنا الثالث ونتذكر تحويل الأفعال حسب ضمائر المفرد والجمع وسنبدأ بالفعل الماضي سنأخذ الفعل فتحة وسنحوله حسب ضمائر المفرد والجمع في زمن الماضي تابعوا معي نلاحظوا جيدا هذا الجدوال لدينا ضمائر المفرد ضمائر الجمع سنحول أولا حسب ضمائر المفرد ونقول أنا فتحت أنت فتحت أنت فتحت ثم هو فتح هي فتحت إذا لاحظوا معي جيدا ومن قمنا بتحويل الفعل فتح حسب ضمائر المفرد فأنا للمتكلم وأنت للمخاطب وأنت للمخاطبة هو للغائب وهي للغائبة سنمر الآن لتحويل الفعل فتحة حسب ضمائر الجمع نقول نحن فتحنا نا أنتم فتحتم تم أنتنا فتحتنا هم فتحوا واو الجماعة ثم أخيرا هن فتحنا نون النسوة إذن بعد أن حولنا الفعل فتح في زمن الماضي حسب ضمائر المفرد والجمع سنمر الآن لتحويل الفعل إن طلق في زمن المضارع ننتبعوا معي هذا الجدول بالنسبة لضمائر المفرد في زمن المضارع نقول أنا أنطلق أنت تنطلق أنت تنطلقين أما بالنسبة لضمائر الجمع فنقول نحن ننطلق أنتم أنتن تنطلقون أنتن تنطلقنا هم ينطلقون وهن ينطلقنا إذن بالنسبة لهذه الأفعال لاحظوا جيدا في زمن المضارع جميعها تبدأ بحرف من حروف المضارع فهناك همزة في أنا أنطلق ثم ياء في هو ينطلق ثم تاء في أنت تنطلق ثم نون في نحن ننطلق الآن بعد أن تعرفنا تحويل الأفعال في زمن الماضي والمضارع سنمر لتعرفها الآن في زمن الأمر إذن سنحول الفعل نزل وهو فعل صحيح في زمن الأمر تابعوا معي نلاحظوا معي جيدا هذا الجدول سنحول حسب ضمائر المفرد وضمائر الجمع نعرف جميعا أن زمن الأمر لا يمكن تحويله بالنسبة للمتكلم ولا بالنسبة للغائب إذن فلا يمكن أن نأمر متكلما أو غائبا فنحن نأمر شخصا مخاطبا ونقول له أنت انزل أنت انزلي أنتم انزلوا وأنتنا انزلنا إذن بعد أن تذكرنا أحبائي الدروس الثلاثة لمكون الصرف والتحويل سنمر الآن إلى بعض الأنشطة الداعمة تابعوا معي وسيكون سؤالنا الأول إذن ستبحث عزيزي التلميذ في هذه الأفعال عن الأفعال الناقصة وأذكرك دائما بأن الفعل الناقص هو ما كان آخره حرف علة ألف أو واو أو ياء إذن سنجيب معا أزيزي التلميذ إذن أين هو الفعل الناقص الأول من هذه الأفعال وجد وجد فعل يتضمن حرف علة ولكن لاحظ معي جيدا بأن الفعل وجد يبدأ بحرف علة هذا ليس فعلا ناقصا بل هو فعل مثال ابحث عزيزي التلميذ عن فعل آخر ناقص هنا ممتاز إنه الفعل نما الفعل نما فعل ناقص لأن في آخره ألف والألف من حروف العلة نبحث مرة أخرى عن فعل آخر ممتاز يرمي يرمي فعل ناقص أيضا لأن في آخره ياء والياء من حروف العلة أيضا جيد سنرجع إلى الفعل جلبة الفعل جلبة لا يتضمن أي من حروف العلة لا واو ولا ألف ولا ياء إذن ابحث جيدا من فعل آخر ممتاز يدعو أو تدعو إذن تدعو فعل ناقص في آخره واو والواو من حروف العلة أيضا هل هناك من فعل آخر؟ الفعل صار يتضمن حرف العلة ولكن لاحظوا معي جيدا أعزائي أن حرف العلة هنا يتوسط الفعل وكل فعل في وسطه حرف علة فهو فعل أجواف ممتاز نمر الآن إلى السؤال الثاني أحول الأفعال حسب الجدول نلاحظوا معي هذا الجدول لدينا فعل الماضي والفعل المضارع ثم لدينا هنا ضمائر المفرد والجمع أنت ضمير المخاطب أنتم المخاطبون نحن المتكلمون هو الغائب وهن الغائبات إذن سنحول الفعل أنتم قصدتم حسب الضمائر هنا ضمائر المفرد والجمع وسنقول أنت قصدت ثم نتمم ماذا سنقول بالنسبة لنحن جيد نحن قصدنا ممتاز بالنسبة لهو نعم صحيح هو قصد ثم بالنسبة لهن جيد هنا قصدنا الآن سنحول الفعل يستغفر بزمن المضارع حسب ضمائر المفرد والجمع ده ماذا سنقول أنت جيد أنت تستغفر أنتم نعم جوابك صحيح أنتم تستغفرون ثم نحن ممتاز نحن نستغفر وهنا أنت تلميذ رائع وهنا يستغفرنا إذن سنمر الآن إلى السؤال الثالث تابعوا معي أحول الأفعال التالية من فعل مجرد إلى فعل مزيد لاحظوا معي هذا الجدوال لدينا الفعل المجرد سنحوله إلى فعل مزيد وسنتعرف الأفعال الفعل الأول خرج الفعل الثاني غفر الفعل الثالث نسخ الفعل الرابع زاد ثم الفعل الأخير قام رحضوا معي جيدا أن هذه الأفعال جميعها أفعال سلاثية مجرد سنحولها الآن إلى أفعال مزيدة بزيادة بعض حروف الزيادة وسأعطيكم مثالا خرج سنحولها وتصبح استخرج أضفنا همزتان وسينان وتاء دان عزيزي التلميذ ماذا سنقول بالنسبة لغفرة جيد استغفرة أما بالنسبة لنسخ نعم جوابك صحيح استنسخ أما بالنسبة لزاد ممتاز استزاد ثم أخيرا قام أنت تلميذ متميز استقام نمر الآن عزيزي التلميذ إلى السؤال الرابع حول الجمل حسب الضمائر سنأخذ الجمل الأولى أنا أتمتع بمناظر الطبيعة أنا أتمتع بمناظر الطبيعة راح معي جيدا هذه الجملة أي نوع من الجمل هي نعم ممتاز إنها جملة فعلية كيف عرفت أنها جملة فعلية عزيزي التلميذ نعم لأنها تبدأ بالفعل أين هو الفعل في هذه الجملة ممتاز إنه أتمتع في أي زمن هو من أزمنة الفعل هل هو فعل ماضي أم مضارع أم أمر نعم إنه فعل مضارع أنا أتمتع بمناظر الطبيعة نأخذ الآن جملة أخرى سنحول هذه الجملة أولا قبل أن نأخذ الجملة الثانية إلى الضمير نحن ثم إلى الضمير هم نأخذ الجملة الثانية وهي أنت أغلق صنبور الماء أنت أغلق صنبور الماء مرة أخرى ما نوع هذه الجملة نعم من يجيب ممتاز إنها أيضا جملة فعلية أين هو الفعل في هذه الجملة نعم إنه أغلق في أي زمن هو ممتاز إنه في زمن الأمر إذن سنحول هذه الفعل هذه الجملة الفعلية التي فعلها أمر إلى الضمائر أنت وأنتم إذا نرجع إلى الجملة الأولى أنا أتمتع بمناظر الطبيعة ماذا نقول بالنسبة لنحن نعم جيد نحن نتمتع بمناظر الطبيعة ممتاز نعم هم من يجيب جوابك صحيح هم يتمتعون بمناظر الطبيعة ثم نمر إلى الجملة الثانية أنت أغلق صنبور الماء أنت ماذا سنقول نعم ممتاز أنت أغلقي صنبور الماء جيد الآن بالنسبة لأنتم ستطلب منهم أن يغلقوا صنبور الماء ماذا ستقول لهم عزيزي التلميد نعم أنت تلميد متميز أنتم أغلقوا صنبور الماء سنمر الآن أحبائي إلى السؤال الخامس يقول السؤال حول الأفعال كما في المثال ننتابعوا معي وانتبهوا جيدا لدينا الفعل مشى لاحظوا معي جيدا هذا الفعل إنه ينتهي بألف مقصورة وكل فعل في آخره ألف هو فعل نعم إنه فعل ناقص لن سنحول هذا الفعل إلى المضارئ تابعوا معي ماذا سنقول مشى ممتاز يمشي ثم تابعوا معي مرة أخرى الفعل دعا الفعل دعا أيضا ينتهي بألف ولكن هذه المرة ألف ممدودة الألف الممدودة هنا إلى ماذا ستتحول في المضارئ عزيزي التلميذ جيد ستتحول إلى و وماذا سنقول ممتاز سنقول يدعو إذن على غرار هذه الأمثلة سنقوم بتحويل الأفعال الثالية الفعل جنى وهو أيضا فعل ناقص ثم الفعل رمى والفعل نمى وأخيرا الفعل على إذن تابعوا معي جيدا وانتبهوا بأن هذه الأفعال تنتهي بألف مقصورة والأفعال الأخرى تنتهي بألف ممدودة إذن ماذا سنقول بالنسبة للفعل جنى نعم ممتاز نقول يجني أما بالنسبة للفعل رمى ماذا سنقول جواب صحيح يرمي يرمي يهبك جيد سنمر الآن إلى الفعل نمى نعم عزيزي التلميذ ينمي هذا جواب خاطئ فالألف المقصورة هي التي تتحول إلى ياء أما الألف الممدودة فهي تتحول إلى واو إذن ماذا سنقول بالنسبة للفعل نمى ستصحح وتقول نعم هذا جواب صحيح ستقول ينمو ثم نمر إلى الفعل الآخر على ماذا سنقول في المضارع نعم أنت تلميذ متميز سنقول يعلو إذن أعزائي التلاميذ إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله وحفظه